ينضم إلينا في الوستوديو الخبير العسكري العميد محمد الجواس عميد محمد مساء الخير أهلا بك مساء الخير أهلا عبر شاشة الإخبارية ورحب بك معي في الوستوديو عميد محمد بداية دعني أتحدث عن استهداف قوات التحرف وأيضا المقاومة الشعبية للزوارق التي كشفت أنها تحمل 14 إيرانياً وكذلك ما يحملونه أيضاً من عدد كبير من الأسلحة تفضل بالنسبة للتهريب أو حال التهريب يجب علينا أن نعلم أن السيطرة القوية وزيادة الضربات القوية والسيطرة الأرضية على الأرض في المحور الشرقي باتجاه مقرب القوف وكذلك المحور الغربي سيجعل من هذه المليشيات الإجرامية تنشط في مجال التهريب مع زيادة الاختناق أو مع زيادة الخناق عليها يزدد مسألة التهريب لأن التهريب الآن هي المخرج الوحيد لاستمرار هذه المليشيات في غتالها استمرار هذا التهريب باستخدام السواحل الشرقية من تجاه المهرة وأيضاً باستخدام السواحل البحر الرحمر ربما مجموعة التهريب أو نوع التهريب الذي هو يتم تهريبه ممكن يكون ليست أسلحة تقليدية عادية ولكن يمكن أن تكون تقنيات عالية ويمكن أن تكون بشر عبارة عن خبراء عسكريين من اتجاه الإيراني يصلون إلى هذه المناطق لقد رأينا في الآوينة الأخيرة أن هناك تهريب لأسلحة نوعية وأجهزة اتصالات لاسلكية غير قبلة للتشوش وشاهدناها على مستوى الميدان الأمر هذا يجعل من قوات التحالف تزيد الخناق على هذه المرات البحرية وأيضاً تعمل على الإسراع في الاستيلاء على الساحل الغربي من ساحل المخى إلى اتجاه ميدي حتى تتم السيطرة سيطرة تامة لاحظنا في الآوينة الأخيرة أنه حتى هناك مجموعة من نحن متعودين أنه هناك يكونوا في لاجئين من قرن أفريقي من الصومال وهكذا لكن لاحظنا هناك بشر بعمر معين 17 إلى 25 شباب وكأنه تجنيد مرتزقة من هذا القرن الأفريقي التجنيد من عميد محمد من قبل إيران؟ التجنيد ممكن يكون من قبل إيران هناك الآن تشيع كبير في اتجاه أفريقيا وهناك تسريب لقد رأينا وقد تواصلنا مع مجموعة في محافظة شبا قال هناك تهريب لعناصر شكلها متدربة وشكلها شباب وقابلة للقتال نحن متعودين نرى أسر وأطفال وكبار السن يأتون لكن هذه المرة وقدنا نوعية يجب التأكد من هذا الأمر بدقة أنت ذكرت نقطة جميلة عميد محمد ذكرت أن كلما ضاق الخناق على تهريب الأسلحة كلما ازدادت طرق التهريب بعدة وسائل لكن لماذا إيران تريد الإصرار على تهريب هذه الأسلحة مع كشف هويات الإيراني الموجودين على الزوارق لماذا هذا الإصرار؟ هل هو نوع منفقد الصواب؟ تستطيع أن تقول أن هذه الماليشيات الحوثية وعصابات صالح المتحرفة معها في طور الانتهاء في طور التمزق في طور الانهزام النهائي وهذا عبارة عن إنقاذ أخير لهذه الماليشيات نحن رأينا يعني لو تقدر تشوف المضادات الطيران أو مضادات الدفاع القوي التي ترونها في صنعها في بداية الحرب والآن تجد تسعين في المئة نقصت هذه الطلقات اللي في الجو ودليل على أنه افتقار المخازن لهذه الدخيرة فما بالك في الأمور الأخرى هناك الخوف الشديد من هذه المسالك أو التهريب حتى أنهم يستخدموا طرق عصابات المخدرات اللي باتجاه المهرة يستخدموا هذه العصابات بتوصيل خبراء عسكري وتوصيل تقنية عالية أمور كثيرة يجب أن إذا يجب أن نعمل حزام أمني آخر على الأرض في حالة انفلات هذه الزوارق من البحر وصلع السحل يجب أن تكون هنا قوات أو قبائل موالية أو صيادين مواليين تعطينا المعلومات حتى يتم القبض عليها في البحر أو القبض عليها في البر نعم عميد محمد إذا ما تحدثنا عن بقية الأراضي اليمنية التي تحاول ميليشيات الحوثية أيضا يعني الترصد وأيضا لاستهداف المدني العزل في تلك المناطق حدثني بإيجاز عن ما يحدث في تعز وماذا عن تقدم المقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف الآن المقاومة الشعبية تخوض حرب عصابات كر وفر ضد الميليشيات في محافظة تعز والغرض في ترتيب صفوف هذه القوات الشعبية أو المقاومة الشعبية هي إبعاد هذه الميليشيات المسافة الآمنة من ضرب الصواريخ الكاتوشة والمدفعية عن المدنيين لأنك يجب أن تربط المسألة عندما يضرب هؤلاء المدنيين معناته هذا تألم أو استوجع من هذه المقاومة الشعبية آلمته في برجع ينتقم من المواطنين العزل الخطة إبعاد هذه المناطق إبعاد هذه الميليشيات المدى المسافة الآمنة لهذه الصواريخ وأيضا زرع ملاحين أرضيين خاصين بتحديد هذه الأهداف حتى تتعامل معها المدفعية إذا وجدت المدفعية مع المقاومة الشعبية أو يتعامل معها الطيران لإسكاتها ماذا عن الانطلاق إلى تحريص طنيع؟ علينا أن نعرف المسألة هذه تحتاج إلى تكتيك خاص لأن الآن العمل هو تحرير المحور الشرقي شرق صنعاء يعني محور مأرب الجوف ومحور الغربي أو الساحل الغربي الذي هو ميناء المخاتعز الحديدة عندما يكتمل هذا الحصار في الجغرافية والجغرافية أزال الذي يسيطر عليها الحوثي هنا يستخدم تكتيك آخر لإسقاط هذه المناطق وللعلم سيتم إسقاطها بكل سهولة يجب أن تكتمل الحلقة في حصار هؤلاء الناس يجب السيطرة على الساحل حتى نضمن منع أي تهريب من هذه المسألة لم يبقى معهم إلا سوى التهريب سيستخدمون كل شيء سيتخدمون تحدام البشر الأسلحة التقنيات ما يشمعهم إلا غير هذا التهريب يجب منع هذا التهريب وسينتهوا نهائيا لأنه لابد من هذه العصابات الإجرامية أن تنتهي عسكريا وقتاليا وأن تسحق تماما لأنها خطر على المنطقة وخطر على أبناء اليمن بشكل عامل سؤال أخير عميد محمد بالنسبة لعمل الحكومة الشرعية اليمنية الآن تجاوز حدود عدن؟ الحكومة الشرعية يبدو لأنها جاءت في ظرف معين جاءت سميت حكومة كفاءات وقاءت في أعتقد اتفاق السلم والشاركة لكن الآن الوضع مختلف الوضع استثنائي الوضع حرب يبدو أن الحكومة ربما يكون لها أعذار معينة لكنها لم تواكب مسألة الحرب لأن الحكومة يفترض أن تنقسم قسمين قسم إدارة الحرب وما يخدم الحرب وما يخدم متطلبات الحرب وقسم لأغاثة الناس هذا هو لكن يبدو أنها تتعثر نرجو أن توفق إن شاء الله بإذن الله تعالى العميد محمد الجوس الخبير العسكري كنت معي ضيفا في الأستوديو شكرا جزيلا لك شكرا لك